موسيقى أنا كلو ما يقارب 8 مليار ديالليتروات في العام من ثلاثة ديال الشركات التي تتحكم في أكثر من 60 في الميديلسو نهاية الدرام 2020 نحن حسبنات 135 مليار ديال الدرام إلى سناليا 2021 سنكون لفوق 40 مليار ديال الدرام بسانتين مرأة ونقولوا 650 مليار اللي كدار في العام مسؤولي في هذا الشيء أنا أعتقد بأنه يتحملها ولوحده أنا ضدك شيء يقولون الناس الأخرين يتحملها لوحده بن كيران رئيس الحكومة الذي أقر هذا القانون ديال التحريب هناك أسعار فحيشة من بعد تحريض الأسعار ديال المحلوقات وهذا الشيء لم يعود سير لنا وإنما هو معروف لدى الجامعة الذي ينقص هو الإرادة الحقيقية للدولة للتدخل موسيقى بالنسبة للأسعار ديال المحلوقات لا بدنا نعرفه بأنه قبل كانت دولك الدعم الأسعار ديال المحلوقات وكانت تحبسها عند واحد لحد مؤيان داشا ما تنهكش القدرة الشرائية للمواطنين الحكمة ديال من كيران حيثت هذا الدعم وسيلات فيه في النهاية ديال الفين وخمستاش ومن بعد منه حررت الأسعار مش نتكلموا بكل وضوحه قبل كانت الدولة أو التركيبة ديال الأتمان تحدي الأرباح ديال الفاعلين أو الموزعين 600 درهم تقريبا للطون الواحد ديال القازوال أو ديال البنزين اليوم من بعد التحرير هذا الأسعار هذا قفزت إلى أكثر من ألفين درهم بالنسبة للطون الواحد وهذا شيء سببه لأنه كان غياب ديال شروط ديال التنفس الحقيقي ديال السوق وكان ثلاثة ديال الشركات كتتحكم في أكثر من 60% وكان خمسة ديال الشركات كتتحكم في أكثر من 75% إذن منطق ديال التركيز وديال التحكم كين شروط ديال التنفس ما كيناش والضحية في هذا الشي هو المواطن في الوقت اللي حررنا الأسعار بدون من ديروا ضامانات للحماية ديال المستهلكين من هذ الأسعار الفاحشة ديال المحروقات وهذه المحروقات اللي كتطلع وليكتهود احنا معاكم في الدراسة دينا اللي بحثنا بأنه المنطق ديال النزول ومنطق ديال الصعود لا علاقة له بالسوق الدولية بل أنه هناك واحد نوع ديال التلكؤ في الوقت اللي كيكون الخفاض وهناك واحد نوع ديال التصرع لرفع الأسعار في الوقت اللي كيكون الارتفاع دياله موسيقى كين ثلاثة ديال الشركات التي تتحكم في أكثر من 60% ديال السوق وهذه الشركات هي المتحكمة في السوق حاليا لأنها عندها تراكمات تاريخية وأنها تسيطر على الحصة الكبيرة من السوق إذن في الوقت لما كيكونوا لديهم منافع ديال التزويد أو ديال الاقتناء وكي تكون منافسة حقيقية في السوق كنكونوا مجبرة يرجعوا لهذه الناس هذين تقدموا من عندهم إذن هذا المنطق هذا ديال التحكم لا بد من تفكيك دياله وللتفكيك دياله كين آليات متعددة أعتقدها مجلس منافسة في إفضاء الرأي دياله ونحن في الجبهة الوطنية كذلك يوجد نقابة الوطنية بطلب الغاز التكلم على حديث من هذا الشيء كنقوله المخرج من هذا الشيء هدايا هو أننا نرسي ما يسمى بالتنافس والتكامل ما بين تكرير المحلية وما بين الواردات من الخارج لأن القضية في الأصل تتعلق في توفير المخزونات والمخزونات لحدود السعاء في المغرب نحن دون المقتضيات القانونية لمطلوبة إذن ولذلك كينها التحكم وكينها الأسعار المرتفعة على المحروقات وأعتقد هذا ليس بسر تكلم عليه مجلس المنفسة في المدولة دياله تكلمت عليه الوزارة السابقة للشؤول العامة والحكمة تكلمت عليه الوزارة ديال الطاقة الدولية تكلم عليه المجلس الأعلان للحسابات وحنا في الجبهة الوطنية قمنا بدراسة دقيقة هناك أسعار فحيشة من بعد تحريض الأسعار ديال المحروقات وهذا الشيء لم يعود سيرا وإنما هو معروف لدى الجميع الذي ينقص هو الإرادة الحقيقية للدولة للتدخل من أجل كبح الجمع دياله الأسعار أنا أعتقد بأن هذه المسؤولية مسؤولية الدولة مسؤولية ديال الحكومة في الوقت لعجزات الحكومة السابقة ديال العثماني ولا قبل من هذه البنكيران على أساس تحد من هذه الأسعار الفحيشة لأنها هي لدرتها التحرير وأنا كنت متأقين جدا بأن هذه الحكومة السابقة لن تكون الشجعة الكاملة على أساس تنتقض القرار الذي يخذته إذن طبيعي تبقى بهذه الأمور لاحظة الأمور على مجلس المنفسة عرفنا ما وقع في مجلس المنفسة تم التفجير دياله من داخل والتعطيل ديال القرار دياله واللي كعرفوا المواطنين جميعا بأنه المجلس وصل إلى أنه وقف على تفاهمة داخل الأسعار ديال المحروقات وأقر بتنزيل العقوبات وقع الاختلاف على تنزيل ديال العقوبات واشتف مئة في المئة ولا تسعود في المئة من بعد أوحيل الأمر على اللجنة ملكية اللجنة ملكية التي أوصت بإعادة القراءة أو التدقيق في المقتضية القانونية المنظمة المجلس والقانون للمنفسة الحدود اليوم ننتظر لا العثماني سابقا قام بشيء ولا الحكومة الحالية اليوم قامت بشيء في هذا الموضوع إذن إلا كانت هذه المؤسسة الدستورية اللي جات من بعد الكفاح والحراك ديال 20 فبراير واللي كنا نأمل منها خير إلا كانت عجزة اليوم الحكومة عندها المسؤولية اللي يقصد تنقض المواطنين من هذه الأسعار الفحيشة وعندها المقتضية القانونية فالمجال اللي يمكن ندخل بها على أساس ترجع هذه المحروقات إلى الأسعار المنظمة أسعارها وتنقض المغاربة من هذه الأسعار الفحيشة حاليا الحسابات واضحة أنا نبسطش في الأمور المغاربة بالنسبة للغازوال والبنزين المغاربة كان أكلوا ما يقارب 8 مليار ديالليتروات في العام اللي كان أكلوا اليوم المتوسط ديال الأرباح الفحيشة إلى هبطنا مزيان لا تقلوا على 80 سنطيم الليتر الليترنا 80 سنطيم في 8 مليار بمعنى عندنا 6.5 مليار ديال الدرهم سنويا ديال الأرباح الفحيشة وهذا رقم جامل الدراسة اللي قامت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفات المغربية البترول وكي أكد ما جاء في الإجنال الاستطلاعية ديال البرلمان وهذا شيء أصبح حقيقة واضحة بسانطيم رأي وغنانا نقولوا 650 مليار اللي كدار في العام وإلى حسبنا من 2016 حتى اليوم بمعنى حتى النهاية الـ 2020 نحن حسبنا 38.5 مليار ديال الدرهم إلى سناليا 2021 قد نكونوا فوق 40 مليار ديال الدرهم إذن هذه أرقام فلا كيامة شي شي حاجة اللي يمكن يسكت عليها شي واحد والمسؤولية في هذا الشي أنا أعتقد بأنه يتحملها ولوحده أنا ضدك شي اللي كيقولون الناس الاخرين يتحملها لوحده بن كيران رئيس الحكومة الذي أقر هذا القانون ديال التحرير أما الشركات الخراء رهجات القتل هوتا كيما كيقولون المغاربة والله يجعل غفلما بالبيع والشاريع ورا كيهتكو في القدرات وفي القدرة الشرائية ديال المغاربة هذا دون الحديث عن الموارد البترولية بحال الفيول الصناعي بحال جيت ديال وقود ديال السيارات بحال كذلك يعني البيتوم أو الزفت اللي كي تستعمل بالنسبة تعبيد ديال الطرقات هذا مجال فيه واحد طرع كبير واحد الفوضى كبيرة أعتقد للجميع سكت على هذا الموضوع نحن مناضرين ونحن عندنا الأمل والأمل لأنه يعني طارحين مع الحكومة الجديدة لا سيما كما قلت لك في الأول أنا ما كانش عندي إيمان على أن الحكومة السابقة يمكن تعالج هذا الموضوع لأنه هي اللي درت هذه المشكلة ودرت هذه الكريتة ونحن معروفين بإنما عندنا الشجاء نقدمون النقدات وانتراجع عن القرارات اللي كانت سابقا ولكن مع الحكومة الحالية نعتقد بأنه كين أمال وخصوصا على أنه الرئيس من الفاعلين الأساسيين في هذا المجال البترول والغاز ويعرفوا الشعوب والدروب دي هذا القطاع هذا بمعنى نتمنى على أساس أن الحكومة تأخذ بعيد لإعتبار هذا الموضوع هذا وتعيد فيه النظار ولا أفق لحالة هذا الملف إلا بالرجوع إلى تأسيس أسوس ديال التنافس الحقيقي والتنافس الحقيقي لن تكون إلا بعودة تكريض البترول داخل مصفات المغربية البترولية شركة سامير سابقا وكذلك بإلزام الفاعلين باحترام المقتضية القانونية في هذا المجال هدايا لعلمكم بأنه اليوم المغرب يعني الاستهلاك ديالنا في المواد البترولية سنتقرب واحد لعشر لمليون ديال طون سنويان سامير سابقا توفر على الأقل في حجم الاستغلال ديالها والتخزين ديالها كانت تدور فيها على الأقل واحد مليون ونص ديال طون داخل الشركة ديالها سامير هذا مليون ونص تمت الماء يقارب واحد خمسين يوم ديال الاستهلاك هذا ما كان اليوم يعني شركة خرار غما انه دارت هذه المجهودات بالنسبة البناء ديال الخزانة وما الى ذلك ولكن الملء ديالها بالمواد البترولية لحد الساعة كالنقص خطير جدا ولعل الوزير السابق اعرب عن ذلك اذا لا مجال ولا محيد على اسس انه المستقبل ممكن يكون الا في اطار التكامل كما قلت ما بين تكري البترول في المغرب ومن الاستيراد الصافيات من الخارج هذا مؤشر سلبي ديال التراجع ديال الدول على الكراء ديال الخزان ديال السامير ولكن نحن نعتقد بانه بقدري ما كانت الظروف معينة لملآة هاد هاد الطلاب فاش كان السقوط او النزول ديال البرميل الى اقل من عشرين من عشرين دولار ولكن نعتقد بانه اليوم لحد الساعة احنا الامل لدينا كين وإلا رأي المسألة لا تتعلق بقضية المحروقات والقدر الشرائية المسألة في الاخر تتعلق بالسلم العام لانه تصور فاش كان وصل لها الحدود ديال العشرة ديال دراهم بالنسبة للغازوال رأي المسألة تتولي القضية ديال منسوب ديال احتجاجات كي يقع وإلا دفعنا في الاتجاه هذا رأي يمكن نصلول شيء اضراب شامي اللي يمكن يشل البلاد بشكل عام والخصائر في هاد المسألة هاد رأي ستكون اكتر واكتر بكتير من هاد الاسعار الفاحشة بمعنى الامر يقتضي يعني حكمة وتبصر في تعامل مع الملف خصوصا على اسس انه هاد الملف ديال الطاقة وديال البترول والغاز يعرف هاد السنوات الاخيرة ما يسمى بالظاهرة ديال طراقوس طراقوس بيبعنا كي يطلع وكيهود ومفتح لكل الاحتمالات لنتصور بانه الثمان ديال القزوار واحد النار سيقول بخمسطاشر درهم بمعنى جميع المغاربة ستشل الحركة سيكون أطار مباشرة بالنسبة للغلاء ديال السلع إذن المسألة تتعلق بشيء جدي وهو السلم العام ديال البلاد ولهنا الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة ديال الأسعار ديال المحروقات لا بد من الحد ديالها في واحد المستوى معين وإقرار مجموعة ديال الآليات الممكنة باش يمكن نحد من هذا الغلاء ومن ما كان للدولة أن تجرأ أو أن تقترب من خوصص ديال الشركة ديال سمير 1997 والخوصص ديالها كانت في شروط مظلمة يعني غير شفافة ولا سيما فيما يتعلق بل الدفتر ديال تحملات ديال الخوصص اللي يكلمون الحق بالاتفاقية ديال الاستثمار الذي كان ينص على استثمار ما يعادل واحد وبعد مليار ديال هما بين سنة 1997 والفين وجوج إلى أن الذي وقع تم احتراق المصفات وشل العمل بها ومن بعد تم السكوت على مجموعة ديال التجاوزات التي كان يقوم بها المالك السابق الذي جئ به في ظروف كما قلنا مظلمة إذن نحن نعتبر بأن كنا مسؤول الدولة في السقوط أو الإسقاط ديال الشركة ديال سمير ولذلك كنا مسؤول الدولة على الأقل أخلاقية وسياسية في المساعدة في إرجاع شركة ديال سمير إلى الاشتغال ومن ضمنها قد أعطينا مجموعة ديال المقترحات والمقترح اللي ملك بلنا هو أنه لا بد للشعب أن يقر بقانون جديد يسمح لتفويت أصول للشركة لفائدة الدولة المغربية واسترجاع هذه المعلامة التاريخية لأنه المغرب ما أحواجه في الظروف الراهنة باشي يوقف هذه الأسعار الفحيشة واشي ضمن الأمن الطاقي دياله ولا سيما كذلك بأنه الديون المتراكمة على شركة ديال سمير أكثر من سبعية فهو المال العام مقصر من خبل الدولة إلى المستمير السابق إذن نحن نعتبر بأنه هناك مسؤولية ديال الدولة المساعدة في إحياء هذه المقاولة والمحافظة على المكاسب كلها اللي حقاتها بالنسبة الاقتصاد الوطني وكذلك لمدينة المحمدية وجميع المستويات الممكنة وهذا ليس بمستحيل بل أنه كل مقصدية القانونية والاقتصادية والفنية والمالية ما زالت الحدود اليوم مساعدة